أطلع أمين سير اللجنة تنفيذية لمنظمة تحريصة بعريقات ممثلة لاتحاد الأوروبي لدى فلسطين على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية بعد إعلان نتنياه ونيته ضم أجزاء من الضفة وأبسط السيادة الإسرائيلية عليها مشيرا في هذا السياق إلى أن مشروع الضم سيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة وكان عريقات قد قال في وقت سابق خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية والإسرائيلية إذا ما نفذ نتنياهو الضم والأبرتهايد يجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال فالضم يعني تدمير السلطة الفلسطينية وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي وأوضح عريقات أن الإسرائيليين لا يحبون الحقائق ويعتقدون أن إنكار الحقائق ينفي وجودها مضيفا أن عليهم الإدراك بالنظم يعني الأبرتهايد والنظام العنصري